موسيقى قمة مصرية بحرينية لرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى بشرب الشيخ مدبولي يتفقد العالمين الجديدة ويؤكد مواصلة العمل على جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات السياحية زيلنسكي يغزور ميكولايف جنوبية أوكرانيا ومعارك شرسة قرب سيفيردونسك شرق البلد الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت بلينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك تكلفات واضحة من رئيس السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وخلال جولة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة السحلية أكد رئيس الوزراء أن مدينة العالمين الجديدة تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخمة غير مسبوقة مضيفا أن الحكومة تواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية وشدد مدبولي على ضرورة الإسراء بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني المخطط ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب واجهات الأبراج وأعمال تنصيق الموقع كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بجولة في مختلف أنحاء المدينة السحلية لمتابعة الأعمال الجري تنفيذها بها ولسيما أعمال المرافق وخلال الجولة استمع رئيس الوزراء لشرح حول حجم الاستثمارات بمدينة العالمين الجديدة وهي موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسة تشمل محطات تحلية مياه البحر ومحاولات الكهرباء فضلا عن محطات رفع صرف صحي وشبكات مرافق مختلفة أكد الرئيس مجلس الوزراء على أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق اسكندرية مطروح الساحلي وأشار مدبولي إلى أن هناك سبعة حرات مرورية في كل اتجاه كما تفقد مدبولي أعمال تشطيب الواجهات المطلة على الطريق بكل من الحي اللاتيني والداونتاون والمدينة التراثية فضلا عن أعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للطريق وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 135 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 87 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 48 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و151 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 11 قضية بمضبطات بلغت قرابة 139 طن أقمح محلية أعلنت وزارة الصحة استعدادات وتجهيزات الوزارة لموسم حج 1443 هجرية وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للحجاج منهم 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المقرمة وثلاث عيادات في المدينة المنورة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية بالمستشفات الحكومية والصيدليات وقد توصل المركز مع الهيئة المصرية لشراء الموحد والإمداد والتموين الطبية وإدارة التكنولوجيا الطبية التي نفت بدورها الخبر وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفات الحكومية أو الصيدليات مشددة على توفر كافة الأدوية بشكل طبعي سواء بالمستشفات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات فضلا عن توفر جميع البدائل للأصناف المختلفة مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توفرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج أكد الرئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت وقال القاظمي خلال احتفالية لوضع حجر الأساس لمشروع بناء ألف مدرسة في عموم العراق إن هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع وتطوير الأجيال نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل منوها إلى أن المشروع سينجز ضمن الاتفاقية العراقية الصينية أجب أن نحسن خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل البناء يحتاج الصبر ويحتاج وقت والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال فترة قصيرة لكن البناء يحتاج صبر ويحتاج وقت طويل وكما ذكرت يجب أن نحسن خياراتنا بين البناء الوطن أو تهديم ما تبقى وعلى برقة الله اليوم أعلن انطلاقها للمشروع ونضع حجر الأساس من أجل عراق ومن أجل عراقين عاش عراق أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مصعود برزاني أن الأزمة السياسية في البلاد عميقة مشيرا إلى ضرورة العمل على حلها وقال برزاني أنه جرت في العراق انتخابات بارلمانية في أكتوبر الماضي لكن لم يتم السماح أن تنضي الأمور كما تقتضي النتائج مشيرا إلى ضرورة وجود إرادة لحل الأزمات لافتا إلى أن دستور البلاد هو الحكم لحل المشاكل أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتلى 15 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية نوعية استباقية خلال اليومين الماضيين وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إنه بتكثيف قوة الأمنية لعملياتها النوعية والاستباقية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي تمكنت من قتل 15 عنصرا من بينهم قياديون في تنظيم الإرهابي يشغلون مناصب من بينها والي دجلا وصلاح الدين والمسؤول المالي لتنظيم داعش الإرهابي اعتبر المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ أن الهدنة منحت الشعب اليمني فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع مشير إلى أن الهدنة منحت الجميع متنفسا للإنخراط في تسوية سياسية وقال جروندبرغ أن تمديد هدنة شهرين في اليمن منحت الشعب أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها وهي الخطوة الأولى على مصار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا واشدد المبعوث الأممي على ضرورة حماية الهدنة وتقديم جميع الأطراف للتنازلات نفى التيار الوطني الحر في لبنان وجود مطالب وشروط للتيار في ملف تشكيل الحكومة الجديدة وقال التيار إنه يريد أن تتألف الحكومة سريعا وأن تكون على مستوى المرحلة كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نبي مقاطي قد ناشد الجميع بالإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة في الاستشارة النيابية المكررة يوم الخميس المقبل وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا أن ترف الوقت لم يعد متاحا أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عقد مؤتمر صحفي غدا الأحد للإعلان عن الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرامين أنها كثافت عمليات التعقيم لسلامة قصدي البيت الحرام مشيرة إلى أنه تم تجهيز فرق تعمل على مدار الساعة لتعقيم جميع جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي وسحتها الخارجية إضافة إلى تكثيف جولات الروبوتات الذكية قام الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا وتفقد زيلانسكي مبنى سكني تعرض لضرر شديد جراء العمليات العسكرية ويعقد زيلانسكي اجتماعات مع مسؤولين محلين في مدينة ميكولايف الساحلية والصنعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خلسون التي يتمركز بها الروس ولا تزال المدينة هدفا لموسكو لأنها تقع على طريق المؤدي إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا وصل الرئيس الروسي بلادمير بوتن التوغل في القارة الأوروبية وأضاف بايدن أنه كان يجب أن يتم التصدي للهجوم الروسي رغم تدعيات ذلك على الولايات المتحدة والحلفاء الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن دخول بوتن لأوكرانيا شجع الصين على المضي في مهاجمة تايوان كما أصبحت كوريا الشمالية أكثر شراسة حسب تعبيره قال المستشار الألماني أولاف شالتس إن بلاده بصدد تسليم أوكرانيا أسلحة جديدة في الوقت المناسب وأوضح شالتس أن ألمانيا تعتزم تزويد كييف براجمات صواريخ وأنظمة مضاد للصواريخ قادرة على إنقاذ أوديسا أو كييف وذلك وفق تعبيره وأكد أنه لم يتم تسليم الأسلحة إلى القوات الأوكرانية قبل اتمال تدريبها على استخدام راجمات الصواريخ دون أن يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته العسكرية للسيطرة على دنباس شرق أوكرانيا يأتي هذا فيما تستمر كييف في الحصول على الدعم الغربي هذه المرة سياسيا عقب حصولها على توصية بقبولها كمرشح للاتحاد الأوروبي نتابع مع احتدام القتال في شرق أوكرانيا طلقت كييف دفعة كبيرة عندما أوصل الاتحاد الأوروبي بأن تصبح مرشحا للانضمام إلى التكتل فيما سيكون تحولا جيو سياسيا مثيرا في أعقاب العملية العسكرية الروسية فمن المتوقع أن يصدق زعماء الاتحاد الأوروبي على توصيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الخاصة بأوكرانيا وملدوفة المجاورة التي تم الإعلان عنها في قمة تعقد هذا الأسبوع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي رحب بالخطوة وعتبر القرار غير المؤكد بعد تطورا أوروبيا مع بلاده ومع ذلك قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تتابع عن كثب طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في ضوء زيادة التعاون الدفاعي بين التكتل وتقدمت أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تدفق القوات الروسية عبر حدودها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وانضمت إليها بعد أيام ملدوفة وإجورجيا وعلى الرغم من أن ترشح أوكرانيا وملدوفة للانضمام إلى الاتحاد ليس سوى بداية لعملية قد تستغرق سنوات عديدة إلا أنها تضع كييف على المصاري الصحيح لتحقيق طموح كان من الممكن أن يكون بعيدا عن متناولها قبل أشهر فقط ميدانيا تركز القوات الروسية على منطقة دونباس في الشرق والتي تطالب بالسيادة عليها لموالين لها واستخدمت قوتها المدفعية لشق طريقها إلى المدن في مرحلة استنزاف قاسية من الحرب ويقول مسؤولون أوكرانيون أن قواتهم لا تزال صامدة في سفير دونيسك بإقليم لوهانسك المجاور والتي شهدت أسوأ قتال في الآوانة الأخيرة وفي الجنوب شنت أوكرانيا هجوما مضادا وادعت أنها حققت اختراقات في مناطق سيطرت عليها روسيا قال رئيس الوفد الروسي المفاوض إن شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس لا يشكلان محورا للنقاش في أي مفاوضات مستقبلية مع أوكرانيا من جنبها أوضح كبير المفاوضين الأوكرانيين أنه قد يتم استئناف محادثات مع روسيا من موقف قوة لكن أواخر أغسطس المقبلة رفضت السفارة الروسية بواشنطن الاتهامات الغربية الموجهة إلى الموسكو بأنها تهدد بالسلح النووي وأشارت السفارة الروسية إلى أن التلمحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية على الأراضي الأوكرانية والتي يزعم أنها ظهرت نتيجة العملية العسكرية الخاصة كذلك الاتهامات بالتهديد بالسلاح النووي تعتبر غير مبررة ولفتت السفارة إلى أن روسيا تميل إلى التعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي والمزمع عقده في نيويورك بين يوم الأول من أغسطس وحتى السادس والعشرين من ذات الشهر معربة عن آملها بأن تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية وتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة أكدت رئيسة هيئة حماية المستهلك الفيدرالية الروسية أنا بوبوفا أن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا بيولوجيا على الأمن العالمي بأسره وأكدت أنا بوبوفا أن التصرحات الأخيرة التي تزعم بأن كل هذا كان لصالح الشعب الأوكراني غير صحيح على الإطلاق هذا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت مؤخرا تقديمها الدعم على مدى سنوات العشرين الماضية ل46 مختبرا ومؤسسة صحية ومركز تشخيص أمراض في أوكرانيا مضيفة أن التعاون تم تنفيذه لأغراض سلمية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من تراز سو 25 ومروحية مي 24 فوق دونسك إضافة إلى ثماني طائرات بدون طيار بينها واحدة من تراز بارقدار في مناطق مختلفة وفي خاركيا أعلنت الوزارة مقتل أكثر من 550 قوميا متطرفا وتدمير مقر تابع لكتائب أزوف وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيدو كوناشينكوف قال إن القوات الروسية دمرت ثمانية عشر موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها وعشت مواقع لإطلاق قذائف المدفعية من بينها ست رجمات صواريق جراد بالإضافة إلى مقر وحدة تشكيل كتائب أزوف القومية المتطرفة بصواريخ عالية الدقة بمقاطعة خاركيا أعلنت وكالة حرص الحدود في بولندا ارتفاع عدد اللاجئين الذين استقبلتهم البلاد من أوكرانيا إلى 4 ملايين و140 ألف شخص وقالت الوكالة إن البلاد استقبلت أمس 26 ألف ومئة لاجئ جديد فيما غادر 25 ألف واربعمائة لاجئين البلاد عائدين إلى أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلن مصرف سبيربانك الروسي أنه يطور نظام مدفوعات مالي بديلا لنظام سوفت وقال رئيس مصرف سبيربانك هرمان جراف إنه سيتم إنشاء نظام مدفوعات دولي بديل لنظام سوفت في غضون عام مشيرا إلى أن حجب النظام سوفت عن سبيربانك لم يؤثر على عمل المصرف حيث لا تتجاوز تعاملات المصرف عبر ذلك النظام أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن مستوى تضخم السنوي قافز من أو إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي في أعلى ارتفاع يتم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر عام 1990 الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يحتل المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد على مستوى العالم يعاني من أزمات عدة في الآوينة الأخيرة إثر تسجيل مستويات قياسية من التضخم المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أعلن أن مستوى تضخم بالبلاد وصل إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي وهو أعلى ارتفاع يتم تسجيله منذ نوفمبر عام 2020 منذ تسعمائة وتسعين المعهد أشار أيضا إلى أن هذا التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود ومواد الغذاء الرئيسية المتأثرة جراء الأزمة الأوكرانية وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 8.10% بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال أبريل الماضي ورغم ذلك ظل التضخم تحت مستوى 6.9% وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء خلال التقديرات الأولية وترى وسائل إعلام إيطالية أنه بعد تفشي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هي أزمة الغذاء حيث تواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة هذا وبدأت الحكومة الإيطالية في تقنين بيع بعض السلع وخاصة المقارونة خاصة بعد ارتفاع الأسعار وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير المواد الخام وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر للمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد دكتور علي الإدريسي دكتور علي بعد التحية نتابع جميع الموجة من التضخم تكتاح العالم أجمع تابعنا في التقرير الآن ما يحدث في إيطاليا ونسبة التضخم وصلت إلى 6.8% أعلى مستوى وصل إليه التضخم في إيطاليا منذ 1990 هل الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب الوحيد والأساسي وراء هذا التضخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضركم وكل السادة المشاهدين الكرام طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن سبب رئيسي لأنها أثرت بشكل واضح على إمدادات الطاقة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي أثرت في الارتفاعات الكبيرة جدا في أسعار الطاقة عالميا أثرت كمان على ثلاث التوريد والإمداد فبالتالي المشكلة الأساسية والسبب الرئيسي في الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم عالميا بتيجي طبعا سببه في المهتبة الأولى الأزمة للروسية الأوكرانية ولكن دمت برضو ما ينكرش أن تدعيات جائحة كورونا وحالة التعاف التدريجي للإقصاد كانت وراء برضو ما يعرض عودة التضخم العالمي يعني كان فيه تقرير فيه لسندوق النقد الدولي من شهر 2 الماضي وكان هناك حديث عن عودة التضخم العالمي مع زيادة الطلب عالميا لكن طبعا الأزمة دي الاعتماد الكبير جدا للإتحاد الأوروبي على روسيا في امتازات الطاقة وعدم موجود بدائل حتى هذه اللحظة نقدر نقول أن هي كافية وبديل كامل عن الجانب الروسي ده أكيد أصحى بشكل واضح معادات التضخم مش بس حتى على الانتحاد الأوروبي لكن هم شايفين كافة دول العالم بتعاني من معادات التضخم ومعدلات قياسية مش الاقتصاد الأطالي بس احنا نتابعنا كمان الأيام الماضية من أول الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية 8.6% وهو الأعلى على مدار 40 عام احنا نتحدث بها عن اقتصاد الأطالي معدل تضخم الأعلى على مدار أكثر من 32 عام وده الحل المستمر في كافة اقتصادات العالم وده يمكن كمان حتى على مستوى الدول الغنية ومتقدمة مثل دول الانتحاد الأوروبي والنولايات المتحدة الأمريكية لم يشهدوا الموجات التضخمية دي لفترات طويلة وده بالنسبة لهم يمكن يكون وضع جديد جدا وده اللي كمان ابتدى يدفع البنوك المكازية على مصنوع العالم إنه هي ترفع من أفعال فائدة ممكن ده كان سؤيل حضرتك على ذلك الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة من قبل احتياط الفيدراليل الأمريكي وتأثيره على دول العالم بشكل واسع خلينا نقول طبعا إحنا شايفين ارتفاعات الفيدرالي بثلاث مرات بشكل متتالي ابتدى يدفع البنوك المكازية لرفع فائدة إحنا يمكن بالنسبة للمكاز الأوروبي فيه توقعات الشهر القادم بإذنها لأن احتمال كبير حيكون فيه رفع لأفعار الفائدة لمواجهة التضخم شايفين بانك انكلترا كان رفع أفعار الفائدة معظم الدول العربية والقصادات الناشئة التاريزينية تتحرك على رفع أفعار الفائدة أصبح ده اتجاه عام بالنسبة لدول العالم باستثناء يمكن روسيا والطين هم اللي بيخفضوا بس من أفعار الفائدة وده يمكن جزء منها خلينا نقول سياسي قبل حتى ما يكون اقتصادي لكن بشكل عام معادات التضخم واتفاحها بيأثر بشكل واضح على رفع أفعار الفائدة واللي بتأثر بعد كده في ما يعرض حالة من حالات الربود التضخم نتيجة أن رفع فائدة واحد من أهم المعوقات اللي بتؤثر أكيد في حركة الاستثمار المباشر وإزاي إن هي بينتج عنها عديد من المشاكل الأخرى ده بديت فعني أسأل حضرتك دكتور علي هل الاتجاه نحو توجه الدول نحو إصلاحات مالية أم إصلاحات اقتصادية الإصلاحات الاقتصادية هي المفهوم الأشمل واللي بتضم فيه يعني فحواها وفرحها السياسات المالية والنقدية وسياسات الاستثمار والتجارة الخارجية وخلافة لكن خلينا نوصل لنقطة أساسية أن أصبح العالم كله دلوقتي بيتحرك على فكرة الاكتفاء الزاتي والعمل على تقليل حجم الاستراض وده يمكن أصبح النهج دوت مش على بس حتى مستوى الاقتصادات النشعة لكن حتى على مستوى الاقتصادات القبرى لأن فكرة العالمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل زي ما كان لي بعض الإجابات لكن من ضمن سلبياته هو سرعة انتقال الأزمات والصدمات الاقتصادية وزي ما احنا شايفين كمان أن هناك اتجاهات بابين كتير من الدول اللي بتعلن عن وقفها لعمليات التصدير للسلع الغذائية والسلع أساسية فبالتالي النهج دلوقتي كل دول العالم بتتحرك عليه الوصول للمستوىات أعلى من الاكتفاء الزاتي دكتور علي يمكن عودة لإيطاليا وما تبعنا في التقرير أن وسائل الإعلام الإيطالية بتقول أنه بعد تفشي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية وأن الأزمة الكبرى الآن في العالم هي أزمة الغذاء وتحديدا في إيطاليا بتواجه أزمة قمح كبيرة وربما هذه أزمة موجودة في دول كثيرة في العالم يعني كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة تحديدا أزمة القمحة في دول مختلفة وتقليل فطورة الاستيراد السلع الغذائية تحديدا الفكرة كلها أن روسيا واحد من أهم منتج القمحة على مستوى العالم وروسيا في الوقت رهن لديها أكثر من حوالي 50 مليون طن أمح يعني تستطيع أن هي تقدم لي التصدير روسيا بتضغط بملف الأمحة مقابل إلغاء العقوبات اللي تم فرضها عليها وده يعني يمكن ملف أصبح شائع جدا بجانب كمان إن احنا بنشوف إن في حوالي 20 مليون طن أمحة من جانب روسيا قابل للفساد بديجة عدم القدرة على التصدير الاتحاد الأوروبي وغيرها كمان من الدول الفقية والعساوية بيعتمدوا بشكل واضح جدا على روسيا كثلة للغذاء فبالتالي عدم تقديم الأرقام الحروسي للإقتصاد العالمي أكيد ده بيقصد بشكل واضح على وجود أزمة في الغذاء وبالتالي الاتجاه دلوقتي لوجود نوع من أنواع التفاوض للحصول على القمح الروسي بأي شكل علشان أزمة الغذاء هي واحد أزمة عالمية ومحور حديث كبير جدا وبيصيب الاقتصادات الكبرى قبل حتى أن يصيب الاقتصادات الصريحة أشترك جزيل الشكر دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد كنت معنا عبر الهاتف أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا هبوط طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 في مطار سكوبي بمقدونيا الشمالية لإجراء مناورات مشتركة وقال الكلونال جون مكري في قوات الحرس الوطني الأمريكية إن وصول الطائرات يهدف لتعزيز تعاون ما يقرب من ثلاثة عقود بين الحرس الوطني الأمريكي ومقدونيا الشمالية قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه واثق من شرعية خطة حكومته لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا جاء ذلك بعد أن منعت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أول رحلة جوية في آخر دقيقة وأصدرت المحكمة أمرا بوقف الترحيل المقرر لمجموعة من المهاجرين كانوا على متن الطائرة وهو ما وصفه جونسون بأنه عقبة غربية في اللحظة الأخيرة وقال جونسون لصحفيين إن كل محاكم هذا البلد رأت عدم وجود عقبة ولم تحكم أي محكمة في هذا البلد بعدم دستورية هذه السياسة وهو أمر مشجع للغاية قامت اليابان بنصر أسطول بحري تابع لقوات الدفاع بالمحيطين الهندي والهادئ لمواجهة النفوذ الصينية أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنه خلال الانتشار السنوي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي وسيستمر حتى الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل سيجري أسطول قوات الدفاع الداتي البحرية زيارات للموانئ في دول جزر الباسيفك وهي جزر سليمان وتونجا وفيجي للمرة الأولى وضفت الوزارة أن الأسطول سيشارك أيضا في أكبر تدريبات بحرية متعددة الجنسيات في العالم تضم أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ذكرت وسائل إعلام الصينية أن حريقا اندلع في مصنع للبيترو كيمويات في شنغهاي وأدى لمقتل شخص واحد على الأقل وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية سي سي تي في إن الحريقا وقع في منطقة مصنع الإثليين التابع لشركة سينوباك في شنغهاي للبيترو كيمويات المحدودة وذكر التلفزيون الحكومي أن التحقيق جار في ساب الحريق أهلا بكم من جديد ونتابع نشرتنا حذرت السلطات في الشيك المواطنين من موجة حارة تضرب البلاد وتستمر خلال الأيام القليلة المقبلة ووضعت خدمات الإسعاف والإطفاء في حالة تأهب وحذر خبراء من احتمال عرقلة حركة السفر بالقطارات نتيجة للأعطال النجم عن ارتفاع درجة الحرارة فيما من المتوقع أن تنكسر الموجة الحارة بحلول يوم الاثنين المقبل وقد حذر الأطباء المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من التعرض للشمس لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات بولاية أسام الهندية وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الحكومية نشر القوة الوطنية لمواجهة الكوارث في الولاية كما طلب من الجيش الهندي المساعدة وقد تم إلغاء العديد من خدمة القطارات في الهند وسط هطول أمطار متوصلة خلال الأيام الخمسة الماضية أعلنت شرطة بنجلداش مصرع خمسة وعشرين شخصاً بسبب الأمطار الموسمية التي تكتاح البلاد في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص في محاولة لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات نشرت بنجلداش وحدات من الجيش في شتى أنحاء البلاد لإجلاء العالقين بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين وتشكل الفيضانات تهديداً منتظماً للملايين في الأراضي المنخفضة في بنجلداش إلا أن خبراء يؤكدون أن التغير المناخي يزيد من خطورتها وعدم القدرة على التنبؤ بها وغمرت المياه معظم المناطق الشمالية الشرقية ببنجلداش وسط وقعات بتفاقم الوضع خلال نهاية الأسبوع مع توقع هطول مزيد من الأمطار على الفور علقت السلطات إجراء الامتحانات في المدارس الثانوية في معظم أنحاء البلاد حيث يتم استخدام مباني المدارس لإيواء النازحين بسبب الفيضانات وانتشر الجيش بالبلدات الريفية التي ضربتها الفيضانات حيث قام الجنود بتوزيع المساعدات على المتضررين وإنقاذ الناس من المد المرتفع وفقاً لمركز التنبؤ والتحذير من الفيضانات التابعة للحكومة فإن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في بنجلداش وأجزاء من الهند المجاورة صبت في الأنهار التي فاضت ضفافها معتبراً أنها واحدة من أسوأ الفيضانات في تاريخ المنطقة وتأتي موجة الفيضانات بعد أن ضربت بنجلداش أواخر الشهر الماضي أسوأ فيضانات شهدتها المنطقة منذ عقدين ما أدى إلى سقوط وفيات وتضرر أربعة ملايين شخص قالت جامعة جونز هوبينز الأمريكية إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 538 مليون و477 ألفا و345 إصابة وأضحت الجامعة أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و317 ألفا و530 وفاة مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 86 مليون و200 ألف إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند نحو 43 مليون و200 ألف إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 31 مليون و600 ألف إصابة وفقت إدارة الأغذية والعققير الأمريكية على لقاحين مضضين لكورونا للأطفال تحت السن الخامسة تمهد تلك الخطوة الطريقة أمام تطعيم ملايين من الأطفال لصغار السن في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا ما زال فيروس كورونا ناشطا رغم توفر اللقاحات وتراجع حدة الجائحة عالميا وفي أحدث إحصائية لجامعة جونز هوبكنز المعنية برصد أعداد الإصابة والوفيات تبين أن إجمال الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و317 ألفا و530 حالة وتربعت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة في محلة البرازيل المرتبة الثانية وبعدها الهند وهو الترتيب الذي احتفظت به تلك الدول منذ أسابيع يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعطاء لقاح كورونا للردع والأطفال دون سن الخامسة وفي الشرق الأقصى تراجعت حدة الوباء في قرية الشمالية الدولة التي أعلنت مرارا خلوها من الفيروس إلا أن مقار الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قال إن أكثر من 20.360 شخصاً ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال 24 ساعة الماضية أما في الشرق الأوسط فحذرت الحكومة العراقية من عودة نشاط فيروس كورونا مجدداً بسبب استمرار تدني معدلات التلقيح وتزايد معدلات الاختلاط وأشدة الزحام مع ضعف الإجراءات الوقائية فيما حثت المواطنين على أخذ جرعة تعزيزية ثالثة منشطة لتعزيز مناعتهم ويتوقع خبراء أنه برغم توفر اللقاحات والجرعات المعززة قد تعود بعض الدول في الخريف المقبل إلى إعادة الإجراءات الاحترازية وهو الوقت الذي ينشط فيه الفيروس العنيد والذي قد لا يغادر عالمنا كما توقع بعض الخبراء في وقت قريب استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعراوي محافظة الوادي الجديد محمد الزمنلوت في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ توجهات القيادة السياسية فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة لمزارعي القمح وصرف المستحقات أولا بأول للوصول للكميات المستهدفة واتقاد الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عمليات التوريد من جهته أشار محافظة الوادي الجديد إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لعمليات توريد واستلام القمح وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الملف لافتا إلى وجود لجنة عليا تم تشكلها بالمحافظة تضم مدريات التموين والزراعة وبعض القيادات التنفيذية للتنصيق المستمر وتقديم كل التسيرات اللازمة تواصل وزارة الموارد المائية والرأي التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية أكد وزير الموارد المائية والرأي أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الرأي موضحا أن إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق سبعة قوافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يونيو للكشف والعلاج المجاني في التخصصات الطبية المختلفة وتشمل القوافل الطبية محافظات القريوبية المنوفية الفيوم كفر الشيخ وبني سويف السيوت وسهاج وتضم القوافل عيادات نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطن والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمض والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل نظامة مدرية الصحة بالجيزة قافلة طبية مجانية تم التعاون فيها مع مؤسسة حياة كريمة شارك القائمون على القافلة بمركز العياد في استقبال وتنظيم المواطنين وتقديم الخدمات الطبية المجانية شملت القافلة تخصصات عديدة إلى جانب تقديم خدمات تحقيفية لأكثر من 700 مواطن وتستمر تنفيذ التوجهات الرئاسية بمراعاة البعد الإنساني وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة قام محافظ القهرة خالد عبد العالب تسليم السيدة محروسة سالم حسن ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات الأساسية بحي السلام أول لمساعدتها وذلك في إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية علق بنك بيلاروسيا أكبر بنك في البلاد علق مؤقتا التحويلات بالدولار الأمريكي للأفراد وأفاد البنك بيلاروسي أنه علق مؤقتا التحويلات الدولارية للأفراد بالدولار الأمريكي ولا توجد معلومات عن موعد استئناف هذه التحويلات ويمثل بنك بيلاروسيا الذي يعمل منذ عام 1995 أكثر من 40% من أصول النظام المصرفي بأكماله في البلاد هذا وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على بيلاروسيا تمنع من بين أمور أخرى الحكومة البلاروسية والبنوك الحكومية من الوصول إلى السوق المالي الأوروبي ويدرر بنك بيلاروسيا على قائمة العقوب قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روزنيفت إيغور سيتشين أن شركة بيبي البريطانية لا تزال أكبر مساهم بالشركة من القطاع الخاص رغم أعلنها تخارجها في فبراير وضف سيتشين أن بيبي لا تزال تملك أيضا حصصا في مشروعات ضخمة لروزنيفت وقال أن كل هذه الملابسات تتحدث عن رغبة الشركة في البقاء كمشاركة نشطة في روزنيفت وانتظار انتهاء الوضع الجيو سياسي السيء دون تكبت خسائر حقيقية وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار قمة مصرية بحرينية للرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى بشرم الشيخ مدبول يتفقد العالمين الجديدة ويؤكد مواصلة العمل على جذب الاستثمارات لإقامة المشروعات السياحية زل نسكي يزور ميكو لايف جنوبية أوكرانيا ومعارك شرسة قرب سيبرو دونسك شرق البلاد مشاهدين وصلنا على ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا لكم ودوما في أمانية